النهاردة بدأ الحلقة بفكرة انه وكنت بتكلم مع ضيوفي على التليفون فكرة انه احنا عايزين ايه من المدرب اللي جاي او بلاش احنا عايزين من النوع احنا هنجيبه على اساس ايه يعني ايه معاييرنا او ايه المعايير اللي مفهودنا حطها للمدرب اللي جاي نساعد بيها اتحاد الكورة اتحاد الكورة طبعا هو المنوت والمسؤول عن هذا الامر بس لو عندنا معايير نقول اتحاد الكورة امشي عليها وهت بقى مدير فني اجنابي محلي اسباني برتغالي ارجنتيني امريكي مصري هذا اللي انت عايزه بس يبقى فيه معايير بصة كريم هو سؤالك طبعا مهم جدا احنا جبنا كل حاجة احنا جبنا لامريكا الجنوبية وجبنا من مكسيك وجبنا المحلي مش عايز اقول محلي ومش عايز اقول جبنا الاوروبي القصة في ان احنا كريم عايزين هنعمل ايه لازم نبني صح انت عشان تعمل بيت كويس لازم تبنيه على اساس مزبوط مزبوط صح او لا قبل ما توضبه وتفكر في الديكور صح او لا الاول ايه بدي كويس بالزبط انت عندك النهاردة البنى مش في الكروش هيمشي ولا مش هيمشي هيكمل ولا مش هيكمل طيب احنا اللعيبة اللي موجودة اللعيبة تستاهل ولا ما تستاهلش احنا لحد لما جينا نلعب كان الجلدة جميل جدا ايوه والجلدة كويس اوي لا ولكن نجسيبنا بقى بقى اعظم جيل في التاريخ عشان نوصل لكاس العالم مرتين والتالي لكن انت خلي بالك في الاول في الاخر احنا كلنا زعلينا كريم طبعا كلنا متضايقين طبعا كلنا ما نمناش كلنا يعني كل واحد متضايق نفسنا نفرح منتخب بلادنا عنا نشوف في كاس العالم بزبط وقلنا الجيل ده كل كويس يعني جيل يستاهل لنوع في كاس العالم وكاس العالم ما بتجيلكش كل ويكيند مقرأ قطع حربك معلش في الجملة بس عشان ننسيت اقولها النهاردة فيه ناس لما نجي نتكلم مثلا عن الحلول او الحاجات وما نغضبش بقى ونزع فلان ونشتهم فلان والكلام ده كله يقولك اه ما انت عشان مستفيدين طيب اول منتخب مصر لما بيخسر كلنا خسرانين يعني منتخب مصر مش في كاس العالم كلنا خسران اعلام خسران محللين خسرانين جماهير خسرانة بيع الاعلام في الشارع خسران كل الناس بتخسر واضعف الايمان بنخسر ان احنا نشوف منتخب مصر في كاس العالم كده كده كلنا خسرانين يعني محدش يبقى مبسوط ولا عنده اي مصلحة ما انه منتخب مصر خسر ده لو بنا ادم بيحب بلده وعاكل وطبيعي تمام انا ياسف الله هي قصة في ايه يا كريم احنا النهاردة خلي بالك برضو انت بتتكلم في مطشين هو انت بتلاعب فريق واحد بس سنغال واحد تصفات كاس العالم او مطش حاسم كاس العالم ومطش في نهاية افرقية صحيح تتكلم في ان انت يعني المطشين يعتبر كنتيجة واحدة انت خسرت انت تعادلت وخسرت بدربات جزاء وبعدين مطش التاني انت كسبان 1-0 بك يخسبوك 1-0 وده طبيعي انك انت هيهجموك واللي هو انت متعادل صحيح وبعدين في نفس الوقت خرجت ضربات الجزاء اللي انا عايز اقوله ان انت النهاردة لو احنا كنا كسبنا كانت الناس كلها هتبقى مبسوطة كانش هاد دو قعد يتكلم وكيروش احسن لعب يعني كيروش لما جه لعب اول مطش أو مطشين في تصفيات قبله بس بنت شخصية المنتخب والاخر والدنيا كويسة قوي لا خد البطولة العربية الشباب ده لسه احنا رايحين بقى في البطولة العربية اكار رايح البطولة العربية طلع شباب في وقته قليل وبنا يعني عملك تلتة اربع خمس لعيبة برضو اكتشاف جديد خلينا واقعين لو ده مدرب مصري او مدرب تاني معندوش خبرة ما كانش هتلاقي محمد عبد المنعي منتابه يلعب في الكسس ولا عمر كامال عبد الواحد ولا هتلاقي عمر كامال عبد الواحد ولا هيبص اصلا ان انا اخد حد من بره اهل زمالك او اعدد دخل مراهان داود دخل مراهان داود اهد احمد ياسيم من البنك الاهلي ولا يعرف بقى سناريو انه كان في الزمالك والنادي الفلاني فلاني مشاه وبعدك اللي راح اعارة اكتشفه مش عارف كابتن مين وانوش دعوا بكلام ده وشايف صح لكن هنا الشخصية بانت انه طلع اربع خمسة جيل جديد وده اللي احنا عاوزين نتكلم فيه يا كريم انه النهاردة مدرب السنغال اللحم لتكلم عليه وفريق السنغال واو الاخره الراجل ده بقى له ست سبع سنين مع الناس دي لنهو خمسة عشر السبع سنين سبع سنين مع الجيل ده هليو سي سي وحصل لهم دروبات وراحوا وصلوا نهائي كاس وفركة في مصر هنا وخسروا من الجزائر صح محدش ولا قالك مشي ولا طلع تكلمه عليه ولا كان فيه انتماءات هناك في السنغال تقول لك ازاي فناني الفناني بتعنيدي ده ما لعبش وده وقتها تلاقي ناس كلاب تتكلم في حاجات غريبة جدا صح مدرب المغرب كريم زياش راجل من الأهم اللاعبة في الدورة الإنجليزية كريم زياش ماشي وفي نفس الوقت دخل في حتة انهو الناس كلاكا بتحاربوا ازاي بقى مش موجود وكلام ده كله وبعدين أخفك في كاس إفريقيا فالناس مفيش بقى كلام وهري ولازم يمشي وهو الاخره فضل متكمل الناس ده بين عفين وصل فين بس العالم هو ده انت عشان تيمشي صح فهدفك اللي انت عاوده هيحصل دروبات انت في الدروبات دي هتساعد ان احنا نقع خالص ولا هنقوم تاني طيب انت النهاردة واحد زي مستر كيروش مطلع لك ناس للمستقبل في نفس الوقت اه انا هجي دفع عنه بتقول مثلا كراءة في مشوار كارلوس كيروش اللي هو ستة شهور بس مع منتخة مصر بتقول هو راجل عمل ايه في ستة شهور وردونه كان عنده سلبيات يعني هو ورد زي اي مجر فني العالم عنده ايجابيات وسلبيات بالضبط هنتكلم حتى في السلبيات اللي احنا كنا بنمتقد فيها الراجل ان ازاي في اللون الفينية ملعبش كذا وازاي في اللون الفينية كذا وانت ببتلعبش ديه بعشرة والعالم كله صح ولا لا الراجل بعد كده سمع وبيهدوه لما خد نفسه وبقى هادي بخبراته وبزكاؤه ابتدى يلعب على قلب دفس سيستم شوية غير بعض الحاجات الاعلام هدي شوية وصلنا ان هيبقى هو احسن المدارب في الدنيا وبعكية النهاردة بنفكر هو يمشي ولمش يمشي احنا لازم يا جماعة بفيش تخبطات كده لازم وبعدين خالي بالا احنا في كاس أفريقيا في ناس طالع تتكلمت قالت مثلا مثلا هقول مثلا صغير في حراسة المرمى لا لا ده لازم ابو جبل هو اللي يلعب والناس تانية لا لا ده لازم الشينا هو اللي يلعب مفيش حاجة اسمها كده مفيش حاجة اسمها كده النهاردة بعد كاس العالم بعد الاخفاقات الاخفاق اللي حصل مبارح الناس طلعت قالت لا ده الشيناوي مثلا ما عملش حاجة ده بتعامل مع الكور في متناول اللي هو الحاجات اللي جات له رأيك ايه لا لا رأيك ايه دي الاول بس هبكلم حريس المرمى رأيك محمد الشيناوي مبارح لا تعليق يعني انت بتتكلم في واحد كان من الأهم اللي عبن مبارح صح ولو مش شناوي فايق كنا خسرنا ثلاثة اربعة صح كان هيبقى تكلم عاملي ازاي بقى يعني انت النهاردة اتعدلت او خسرت واحد صفر اعتبرت عادل وفي نفس الوقت خرجت بدربات الجزاء دربات الجزاء لي ما ينفعش انه حكم على لعيب معين انه هو لعيب جامد او مش لعيب جامد ما ينفعش احنا في في كاسرومافروكية في ماطشة كوديفور او الكاميرون تمام؟ عبد المنعم شاط من احسن الناس ضيع في النهائي فلما شاطه يا ولد بقت الدنيا كويسة جدا لما ضيع ما ينفعش شوت ما ينفعش سنة ليه اصلا شوت او كده في نقطة تانية المرة اللي فاتت في كاسرومافروكية قلنا هو ليه يا جماعة سبي محمد صلاح في اخر يعني ليه الخامس ما يخش طب يا جماعة طب زيزو مش عارف ايه احنا بدأت طب يا جماعة بدأنا بالنس اللي انتوا عايزينها او الناس الصح اللي هو عندهم خيارات يفتحوا لك الطريق يدوك ثقة للداخل دا كان فكر الراجل وفكر الجهاز الفني فانت في الاول في الاخر كان فيه توفيق وعدم توفيق فانحنا اللي انا عايز اقوله يا كريم ان احنا اول حاجة كل الناس لازم تبني على اللي فات وللمستقبل كمان ايوه تبني على اللي فات على اللي فات يعني حتى لو كالوس كيروش ما كملش مش لازم يتهدى اللي عمله ونبني من اول نحن نكمل نكمل يا كريم بس ما لازم الناس تساعد كيروش ولازم كيروش يبقى برضه ما يمشيش عكس الطيارات وليبقى الفكر ووعي وكل حاجة وليه اختيارات وهنساعده